إلى تعاملات المعادن لهذا اليوم وصل الذهب خسائره عادة ليرتفع هلأ كان متراجع هلأ عم بيرتفع الذهب كمان عم بيرتفع النفط في هذه اللحظات على كل إن كان شاهد يوم أمس أكبر انخفاض يومي له منذ عام أو في بداية التداولات أكبر انخفاض يومي في عامين تقريبا مع انحسار التوتر في الشرق الأوسط وإشارات إلى أن الاحتياط الفدرالي سيبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول ما يؤدي إلى تقليص الطلب يقوم المتداولون الآن بدراسة الخطوات التالية بين إسرائيل وإيران وصل مؤشرات على تخفيف الأعمال العدائية في عقاب تبادل الهجمات الأسبوع الماضي عم نحكي عن الأعمال العدائية على نطاق كبير ولكن هناك مازال يعني في الأخبار بشكل مستمر أعمال عدائية مستمرة ولو إن على نطاق أصغر نوعا ما على كل دعونا نلقي نظرة على بقية المعادن الده الفضة في تداولات اليوم أيضا يعود للارتفاع عند 27 دولار و 31 سنة ولو إنه كان وصل في الفترة الأخيرة إلى أكثر من 28 دولار لم يتمكن من الحفاظ عليها ويعود الآن إلى هذه المستويات هو يتتبدأ في هذا النطاق في الفترة الأخيرة ينضم إلينا من لندن بوب راين كبير استراتيجي السلع والطاقة في بي سي اي ريسيرت أهلا بك بوب خلينا نحكي شوي عن الذهب وما الذي يؤثر على الذهب بعد الارتفاعات القوية وصلنا إلى 2400 دولار ليعود ويتراجع قرب 2300 الآن في هذه اللحظة اليوم كمان أعلى نسبة تراجع منذ فترة في الذهب ليعود ويعدل نوعا ما ما الذي يحركه اليوم مساء الخير وشكرا على الاستضافة أعتقد أن الأسواق تحاول إعادة تسعير احتمالية خفض أسعار الفائدة من قبل الفدرالي وقد خفضوا هذا الأمر بشكل كبير جدا ما أدى إلى هذا الرالي الذي كنا قد شاهدنا عليه وأدى إلى ارتفاع أنصة الذهب إلى أكثر بقليل من 2400 دولار كما أنكم ذكرتم في المقدمة التوترات في الشرق الأوسط التي يبدو كأنها تنحسر وبتالي هذان الأمران يرفعان بعض الضغط عن الذهب يزيلان الضغط عن الذهب واليوم الأسواق قلق تجاه ما سيقوم به الفدرالي وهل بالفعل سوف يغفضون سعار الفائدة أو لا نحن نعتقد أنهم سوف يخفضون أسعار الفائدة ونتوقع أن أرقام البي سي إي الاستهلاك الشخصي سوف تأتي مناسبة عندما تنشر ونعرف أهمية هذا المؤشر بالنسبة للفدرالي وإذا ما أتى هذا المؤشر أضعف بالتالي هذا يعني أن التضخم ما زال على المسار الصحيح نحو الانخفاض وهذا سوف يطمئن الفدرالي ليصل إلى عملية خفض أسعار الفائدة لمرة الأولى في يونيو أو يوليو نشاط الأعمال الأمريكي ارتفع بأقل وطيرة خلال شهر إبريل في هذه السنة وهذه ربما هذا ما كان قادة في عام 2020 إلى تراجعات في أرقام التوظيف في الولايات المتحدة هذه الأرقام إلى أي درجة سيكون لها تأثير على قرار الفدرالي وهل هذه كانت من مسببات أن الذهب عكس أتجاهه الهبوطي اليوم سؤال ممتاز أعتقد أن أسواق العمل ما زالت فعلا تعود إلى طبيعتها بعد الجائحة وبعد إطلاق المحفزات الكبيرة في الاقتصاد في أوقات الجائحة تاريخيا أسواق العمل ما زالت في وضع جيد فالبطالة في الولايات المتحدة ما زالت تحت الأربعة في المائة ومن المرجح أن تبقى هناك نظرا للزيادة في الإنتاجية أيضا التي نراها في الولايات المتحدة الأمريكية وأرقام الهجرة الأكبر المتدفقة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي بين هذين الأمرين نعتقد أن الأمور تعود إلى طبيعتها وأن النمو سوف يستمر أو يستأنف حاليا الولايات المتحدة هي على الهامش أو هي الاستثناء فيما يتعلق بنمو إجمالي الناتج المحلي ولكننا نعتقد أن هذا سيبقى هو الوضع هذه السنة إلى أي درجة يتعرض الذهب في هذه المرحلة لعمليات بيع على المكشوف وإلى متى يمكن أن تستمر في عمليات جاني أرباح ماذا نتوقع على الذهب؟ أعتقد أن الذهب سوف يستمر بالارتفاع سعر الذهب لماذا؟ لأن أكثرية الأمور الخلفية وما ينظر بها الفيدرالي وما يبني الأسعار وما يقوم به الفيدرالي بالمعلومات والبيانات التي تصله في إرشاد توقعات الأسواق هذه الخلفية بأسرها ما زالت تشير إلى انخفاض في معدلات التضخم وكما قلت من قبل مع تحسن الإنتاجية في الولايات المتحدة الأمريكية وبقاء القوة العاملة على نفس القوة في الولايات المتحدة ومع استمرار الشركات بالتوظيف كل هذه العناصر توصلنا إلى السويت سبوت النقطة الأبرز أو الأحسن المكان الأفضل وأن نبقى في هذا المكان الأفضل مع نمو قوي وتضخم ينخفض وأنتاجية عالية كل هذا هو الأفضل بوب رايان كبير استراتيجي السلع والطاقة في بي سي اي ريسيرتش كنت معنا من لندن شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك